او هو دوت الكيك بقى اللي مقدرش استغنى عنه لاني سهل وسريع وطعم حلو قوي وكل ما الولادي يعوزوا حاجة حلوة وهم قاعدين كده بيذكروا او قاعدين حتى بيلعبوا زهقانين او مجار يعملوا لهم لاني سهل وسريع وطعم حلو جدا ومنعش جدا في السيف والحر اللي احنا فيه دوت كده سائع وطعم حلو قوي وكمان مقديره اقتصادية جدا وتقريبا كده موجودة في كل بيت تعالي نسمي الله ونصلى على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام وحط اللايك بتاعك هقولك ازاي تعملي كيكة شكولاتة طعمها حلو قوي وازاي كمان نعمل طبق شكولاتة من فوق حكاية ونزينها بابسط حاجة موجودة عندنا اول حاجة معايا حبيتين من البيت بدرجة حرارة المطبخ يعني خرقتهم كده من التلاجة قابليها بعشر دقيق ونزلت عليهم بكيس من الفانيليا او شوية فانيليا سيلة اللي متوفرة عندك ومع لقتين كبار من الخل دربت كله مع بعضه كويس جدا وحطيت كباية من السكر الابيض وطبعا بين كل حاجة وحاجة هفضل اللي انا اقلب شوي بعد كده حطيت كباية من اللبن اللي هو الحليب يعني كباية لربع من الزيت وبرضو بين كل حاجة وحاجة قلتلك بقلب بعد كده حط نص كباية من الككاوي الخيم تقدر يتعملي الكلام ده كله في الخلاط بس الموضوع مش مستاهل يعني خلاط ولا مضرب كهرباء ولا اي حاجة بكل سهولة بالمضرب اليدى وكده هتلاقيك عملتها في قل من ثلاث دقيق بعد كده حطيت كبايتين من الدقيق وهنحلهم كويس جدا في الوقت دوت انا كنت مشغالة الفورن على درجة حرارة 180 وحط الشبكة في النص كده مستنية الكيك هحط بقا معلقة كده من البيكين بودر وكمان رشة ملحة بسيطة طبعا المعلقة دي ما يعادل اللي هو الكيس اللي بتباع في السوبر ماركت قلبت كله مع بعضه بقت معايا تمام جبت صانية دهنتها دهنة بسيطة كده من الزيت ودهنت كمان الجوانب كويس جدا ورقة زبدة لو موجودة لو مش موجودة مفيش مشاكل خالص وطبعا ورقة الزبدة برضو بندهنها من فوق بالزيت بخلت اسنين كده بسيطة تبدأ اللي انت تعملي للحركات الدائرية ديت عشان لو فيها بس فراغات تبدأ اللي هي تتساوى كلها في قلب بعضها خبطت كده على الرخامة ودخليها بقا الفرن لمدة 20 دقيقة وطبعا على حسب استخدام الفرن عندك نعمل بقا سوسي الشوكولاتة اللي بتحط فوق الوش هقولك عليه بس انا عندي نوطيلا شايلها في الفريزر لما باستخدامها بطلع منها كده 3 ا4 معالي انت كمان لو مش عندك نوطيلا تقدر تعملي سوسي شوكولاتة سهلة اوي ولو عايزة طريقة النوطيلا قوليلي انا لسه منزلها لكم اول امبارح جميلة وزي العسل وطعمها حلوة اوي تقدر اللي انت تعامليها برضو وتخليها موجودة عندك في التلاجة او في الفريزر لو مش بتستخدميها كثير طيب دربتها كده في الخلاط مع شوية ايه مع شوية لمن تمام كده تمام الكيكا خرجت من الفرن استنيت عليها لحد ما هديت خالص وبردت تماما وانزلت عليها بالشوكولاتة اللي انت شوفتها بعد كده جبت بقى معايا ايه ببشر شوكولاتة بالشكل دو تبشوره بالسكينة مش بالمبشرة تبشوريه بيطلع معاك شكله حلو قوي الشوكولاتة دي شوكولاتة مطبخ عدية طب انا مش عندي نوطيلا وعايزة اعمل شوكولاتة احطها على وش الكيكا هنعمل نص كاكاو نص لبن نص سكر نص زيت كل حاجة نص كوباية تضربيه معا بعد كده في الخلاط او بالمضرب هيطلع معاك شوكولاتة طعم وحكاية زيني بقى الكيكا بتاعتك باي حاجة موجودة عندك مش شرط زي ما انا عملت ممكن من غير ما ازاي نياه كفاية قوي سوصل الشوكولاتة دوت على طعم الكيكا بيودي الكيكا في حتة تانية خالص لازم تتجربيها النهار ده بقى الخميس يلا قومي كده دلعي الولاد وعملوهم حاجة حلوة بقدار تعمليها في صانية مربعة كمان وتقطعها زي الجاتو براحتك خالص يلا منشن بقى وشير لحبيب قلبك وكمان عشان الكل يستفيد ويعمل ابسط واحلى كيكا بكوبايتين دقيق بس عايز اقولك طعمها حلو قوي كيكا مزبوطة سكر بتاحها مزبوط لو بتحب السكر زيادة ممكن تزاودي بقى في سوصل الشوكولاتة اللي احنا حطينه عليها لأ الموضوع حلو قوي لازم تجربيه